هناك مجموعة ملامح لهذه البصيرة التي أشرت إليها قبل قليل قطعا لا أستطيع أن أغطيها في حلقة واحدة سأشير إلى أهمي ملامحي البصيرة التي كنت أتحدث عنها قبل قليل أول ملمح تشير إليه كلمة لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عنه وأنا أقرأ عليكم من كتاب الفقي لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الجزء الأول في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئة إنه الحديث الثامن والثلاثون عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما خلق الله عز وجل يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت هذه حقيقة في حياتنا الموت حقيقة لا بد أن نموت وهذه الحالة التي تكون عند بعض الناس أن يتشائم من ذكر الموت هذه الحالة ليست منطقية الحالة المنطقية أن يكون الموت مفردة من مفردات ثقافتنا ومفردة من مفردات حياتنا الحيوانات تموت النباتات تموت حتى التربة تموت والإنسان يموت هذه هي الحقيقة التي نحن نعيشها فضلاً عن أننا نرى الأسباب الكثيرة التي تكثر في عصرنا ما كانت بهذه الكثرة في القرون الماضية أسباب الموت من حولنا كثيرة وكثيرة جداً جائحة الكورونا وغيرها الحروب وغيرها الإرهاب وغيره تساقط الطائرات حوادث السير السكتة القلبية السرطان السرطان بأنواعه القائمة طويلة مفتوحة لا نهاية لها لكن الإنسان يعيش في وهم من أنه باق صحيح أن هذه الحالة هي التي تجعل الإنسان يستمر في حياته لكن هذا لا يعني أن يكون الإنسان غافلاً عن هذه الحقيقة كلمة الصادق واضحة جداً صلوات الله عليه ما خلق الله عز وجل يقيناً الموت حقيقة ثابتة ما خلق الله عز وجل يقيناً لا شك فيه كلنا نتحرك باتجاه الموت أشبه بشك لا يقين فيه من الموت نحن ننام نستيقظ نأكل نشرب نسافر نراجع الأطباء نبحث عن كل لذة نبحث عن كل جديد نشتري السيارات نبني البيوت نشتري الملابس الفاخرة نبحث عن العطور الجميلة وهكذا في الوقت نفسه نحن عالمون بأن النهاية ستكون عند الموت الموت يقين لا شك فيه ولكننا نتعامل معه على أنه أمر مشكوك هذه مشكلة كبيرة تؤدي إلى بعثرة بصيرتنا ستكون البصيرة مبعثرة مثل ما قلت لكم أنني أتحدث عن أدنى درجات البصيرة وهو إدراك الإنسان لأمر يتجاوز ما يدركه بالبصر حينما نكون على هذا الحال فإن البصيرة ستكون مختلة وحينئذ لا فائدة منها لا بد أن ندرك هذه الحقيقة كلمة وجيزة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تختصر المطلب بوضوح ما خلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت الموت يقين لا شك فيه لكننا نتعامل معه على أنه أمر مشكوك على أنه أمر ممكن الحدوث الموت حقيقة وأمر لا بد أن يكون ليس ممكن الحدوث حينما ندرك هذه الحقيقة علينا أن نفكر فيما وراء الموت أنا لا أريد أن أحول الحياة إلى لوحة سوداء أمام أعيني شبابنا أبدا أنا أريد أريد منهم أن يفكروا بمنطق صحيح ما تعلموه في المدارس في العالم الغربي وما تعلموه في الجامعات علموكم كيف تفكرون بنحو منطقي أنا أخاطبكم بنفس هذا المنطق المناهج التعليمية من رياض الأطفال ووصولا إلى الجامعات وإلى مراكز البحث ودراسات العليا في العالم الغربي بشكل عام تذهب في هذا الاتجاه تعلم الدارسين كيف يستخدمون عقولهم تعلمهم طريقة التفكير الصحيح وفقا للمنطق الأكاديمي قطعا المنطق في حياة الإنسان على درجات ومراتب وأنا أتحدث في هذا الاتجاه وفقا للمنطق الأكاديمي حينما نتناول موضوعا لابد لابد أن ننظر إلى بداياته ولابد أن ننظر في الوقت نفسه إلى نهاياته الموت واقف في نهاية الطريق وتلك حقيقة لابد أن نجعلها جزءا من مفردات تفكيرنا لا أن نحاول أن نتناساها لأننا حينما نتناسا هذه الحقيقة فإننا ما فكرنا بالطريقة الصحيحة مثل ما تفكرون في الوصول إلى النتيجة الصحيحة من خلال بحث تقدمونه في دراستكم الجامعية عليكم أن تفكروا في حياتكم وحينما تفكرون في حياتكم فكروا بشكل منطقي التفكير بشكل منطقي وفقا للمنطق الأكاديمي لا بد أن تنظر إلى نهايات الموضوع النهاية طريق الحياة الموت لا تتعامل مع الموت على أنه خرافة لا تتعامل مع الموت على أنه شيء بعيد الموت مفردة تتمازج مع الحياة لا نستطيع أن نفكك ما بين مفردة الحياة ومفردة الموت حينما تخرجون من باب البيت باتجاه الجامعة في كل لحظة يمكن أن تواجه الموت وحينما تعودون إلى بيوتكم كذلك وحينما تنامون كذلك وحينما تعدون طعاما على طباخ غازي أو كهربائي إنكم تواجهون الموت في كل لحظة إنه يختفي في تفاصيل الحياة تلك هي الحقيقة فلابد أن تأخذوا بنظر الاعتبار هذه المسألة أنا أنا لا أحدثكم حديثا دينيا أنا أحدثكم حديثا منطقيا أحدثكم حديث الواقع أحدثكم حديث التأريخ أين الأجيال السابقة أحدثكم أحدثكم حديثا علم الطب أحدثكم حديثا كل تفاصيل الحياة أحدثكم حديثا كل الأسباب التي تحيط بنا وتؤدي بنا إلى الموت أحدثكم حديثا المنطق وألفت أنظاركم إلى ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما خلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت نذهب إلى فاصل ملمح ثان أريد أن أشير إليه من ملامح البصيرة التي بدأت حديثي عنها لابد أن تفرق بين الدين ورجل الدين هناك فارق الدين شيء ورجل الدين شيء آخر في واقعنا الشعي وحتى في الواقع الديني في سائر المؤسسات الدينية في العالم هذا الأمر موجود لكنني أحدثكم عن واقعنا الديني الشعي هناك حكايتان هناك حكاية دين الله وهناك حكاية دين رجل الدين ومن هنا قلت لكم قبل قليل عليكم أن تفرقوا بين الدين ورجل الدين بالإجمال هناك حكايتان سأحكي لكم الحكايتين بالإجمال حكاية دين الله مثل ما قلت لكم بحسب واقعنا الشعي حكاية دين الله تمثلها هذه المعادلة الله زائدا وجه الله زائدا قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط زائدا حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط هذه حكاية دين الله إذا أردت أن أختصرها لكم إنها بيعة الغدير بيعة الغدير حقيقة حكاية دين الله معادلة واضحة الله وكل شيء عائد إليه زائدا وجه الله إنه هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف عين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن زائدا قرآنهم المفسر بتفسيرهم زائدا حديثهم المفهم بتفهيمهم هذا هو حديث الثقلين حيث أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله ضمانا ما إن تمسكتم بهما بالثقلين لن تضل بعد أبدا هذه حكاية دين الله أما الحكاية الثانية حكاية دين رجل الدين هذه الحكاية تمثلها المعادلة التالية صنم بشري يعبد من دون الله ويطاع من دون الحجة بن الحسن صنم بشري سمه ما شئت مرجعا مرجعا أعلى فقيها فقيها أعلى قائدة عظيمة قولوا ما شئتم ليس مهما العناوين ليست مهمة المضمون هو الذي نريده صنم بشري يعبد من دون الله ويطاع من دون إمام زماننا زائدا برنامج استحماري لاستحمار أتباعه زائدا دين محرف بالكامل هذه هي المعادلة الواضحة التي تمثل الحكاية الثانية قلت لكم عندنا حكايتان حكاية دين الله وحكاية دين رجل الدين أنا على علم من أن من أهم الأسباب التي تنفركم من الدين رجال الدين فقد أصبحت عوراتهم مكشوفة للجميع وعندكم أنتم معاشر الشباب أولادا وبناتا عندكم من الوعي والمتابعة والفهم لواقع لواقع المؤسسة الدينية الشيعية ما هو أكثر وأفضل من وعي أسركم المتدينة ومن وعي أولياء أموركم وهذه حقيقة حقيقة لأنكم تتواصلون مع الإنترنت وتعرفون كيف تصلون إلى المعلومة المهمة وإلى الوثيقة الصارخة بخلاف أسركم لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن الأعم الأغلب فلابد أن تعرفوا هاتين الحكايتين هناك حكاية دين الله وعليكم أن تبحثوا عنه قطعا بقدر ما تستطيعون وهناك حكاية دين رجل الدين أذكركم بالمعادلتين المعادلة الأولى الله زائدا وجه الله إنه إمام زمانكم الحجة بن الحسن زائدا قرآنهم قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم زائدا حديثه المفهم بتفهيمهم هناك من يدعي أنه على هذا المنهج فأنا أدعي إدعاء أنني على هذا المنهج إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة عليكم أن تعودوا إلى برامجي كي تتأكد من حقيقة هذا الإدعاء كي تعرفوا الحقيقة بأنفسكم هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية معادلة دين رجل الدين صنم بشري يعبد من دون الله ويطاع من دون الحجة بن الحسن زائدا برنامج استحماري ذكرونا 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت يا أخ بابل ما توصل النوبيرية قال توصل أطمئنا تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أخبر خمسة تركبهم يعني يعني خلاغ أغمي شمي كما تركب خلاغا أغمي جمي تبقوا لهم وكان حالة الفرمي هو اوش ديخ تعرف اوش ونس عبارة كنا على ثق وكلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسماء عرزة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ وش لا معلم إجمالية هذا واقع الشيعة لا هو واقع شكرا شكرا